هناك أمر لا بد أن نعرفه من أن أساس الاقتصاد القيمة وأساس استنباط المسائل التجارية في دين العترة القيمة ما هو تعريف القيمة؟ القيمة لا نستطيع أن نعرفها بتعريف موحد ودقيق جدا اختلف في تعريفها لماذا؟ لأنها أمر اعتباري القيمة أمر اعتباري هناك من جعل اعتبار القيمة وفقا للمنفعة المتحصلة فهذه بضاعة ننتفع منها هذا المقدار فقيمتها بحدود المنفعة التي نحصلها وهذا مسلك اقتصادي معروف من أن القيمة تقدر بنحو اعتباري بحسب مقدار المنفعة المستحصلة من ذلك الشيء الذي نريد أن نقيمه بحسب المنفعة هذا قد ينطبق على بعض الأمور لكنه لا ينطبق على كل الأمور لأن الماء منفعته أعظم البنافع إذا أخذنا كيلوغرام من الماء فهل يساوي كيلوغرام من الذهب مع أن منفعة الذهب دون منفعة الماء هناك اعتبارات أخرى البضاعة قد تكون قليلة نادرة حينما تكون البضاعة قليلة ونادرة ترتفع قيمتها لا أتحدث عن قانون العرض والطلب قانون العرض والطلب لا يحدد القيمة في أصلها وإنما يؤثر على زيادة القيمة ونقصانها فحينما يكون الطلب كثيرا والعرض قليلا فإن الأسعار سترتفع لكن القيمة الأصلية هي هي باقية بحيث إذا قل الطلب ستكون الأسعار هابطة وستعود إلى قيمتها الأصلية فقانون العرض والطلب لا تأثير له على أصل القيمة في الظروف الاعتيادية ونحن نتحدث عن الظروف الاعتيادية وإنما قانون العرض والطلب يؤثر على زيادة الأسعار ونقصانها أما القيمة الأصلية للأشياء فهي هي باقية لا بد أن نفرق ما بين الثمن والقيمة الثمن شيء والقيمة شيء الثمن هو ما يدفع في مقابل تلك القيمة أساس الاقتصاد القيمة أتحدث عن الاقتصاد العالمي منظومة الاقتصاد العالمي النظام المصرفي العالمي نظام البورصات العالمية أساسها القيمة من دون القيمة ليس هناك من نظام مصرفي عالمي من دون القيمة ليس هناك من بورصات عالمية الأمر هو هو في المسائل الشرعية الأساس القيمة الماء كما قلت يكون رخيصا من جهة الثمن لكن القيمة الحقيقية للماء هي أعظم من قيمته الاقتصادية الماء يباع بأرخص الأثمان حاجتنا للماء أعظم من حاجتنا للذهب بينما الذهب يباع بأغلى الأثمان هناك اعتبارات أخرى هناك اعتبارات أخرى الماس مثلا لماذا يكون أغلى من الذهب لأنه أندر من الذهب ولأن الماس بضاعة تكون عند الأغنياء والأثرياء ولهذا الأمر اعتبار في القيمة أيضا إذن القيمة اعتبارية هناك ميزان للقيمة إنه مقدار العمل الذي يقوم به العامل في إنتاج المنتج مقدار العمل أو مقدار الأموال التي أنفقت لإنتاج هذا المنتج فوفقا لمقدار العمل إذا كان المنتج قد أنتج من العمل فقط من دون إنفاق أما إذا كان هناك إنفاق فتكون القيمة مشتركة ما بين مقدار العمل والإنفاق وفي بعض الأحيان يكون العامل أجيرا عند صاحب الأموال فحينئذ سيكون عمله جزعا من الإنفاق بخلاف ما إذا كان الصانع هو الذي صنع الشيء بنفسه هذه اعتبارات والاعتبارات كثيرة إلى أن وصلنا إلى العملة إنها العملة المتداولة في أول أمرها كانت العملة بمثابة ورقة تكتب من جهة معينة تخزن أموالا لحامل الورقة فحامل الورقة عنده ألف دينار من الذهب وهذا بدأ هنا بدأ هنا في بريطانيا بداية العملة بدأت هنا فكان الرجل يأتي ب ألف باوند مثلا من الذهب يأت منها عند شخص هذا الشخص قد فتح دكانا محلا وفي هذا المحل خزائن الناس تخزن أموالها الذهبية عنده وهو يمنحهم ورقة نوت والتي سميت في بلادنا بعد ذلك نوت نوت هي كلمة نوت ملاحظة يمنحهم ورقة نوت من أن حامل الورقة يمتلك مئة باوند فإذا أراد أن يشتري فإن صاحب الدكان هو الذي يسدد للجهة التي اشترى منها صاحب النوت صاحب هذه الورقة وبعد ذلك تطور الأمر وصارت العملة النقدية المتداولة فوضعوا لها غطاء من الذهب الآن في زماننا الدولار ليس له من غطاء ذهبي فإن الولايات المتعدة الأمريكية الحكومة الأمريكية قد باعت الذهب منذ سنين ما هو الغطاء الاقتصادي للدولار إنها قوة الولايات المتحدة الأمريكية سمعتها العلمية العسكرية ولذا تلاحظون حينما تتعرض الولايات المتحدة الأمريكي لأزمة لأزمة سياسية عسكرية صناعية لأية أزمة من الأزمات قيمة الدولار ستكون هابطة لأن الغطاء معنوي اعتباري ما هي العملة التي نتعامل بها اعتبارية الآن العملة في كل بلد أكانت العملة ورقية أم كانت العملة معدنية في زماننا قيمتها من أين تأتي قيمتها قانونية قيمتها تأتي من قبل الحكومة الحكومة في جناحها الاقتصادي هي التي تضع القيمة للعملة النقدية والمعدنية فقيمة العملة الآن في البلدان المختلفة في العالم قيمة قانونية اعتبارية اعتبارية الحكومة ليس لها من شخصية حقيقية شخصية الحكومة اعتبارية وذمة الحكومة اعتبارية قيمة العملة هي في ذمة الحكومة هذه القيمة اعتبارية الحكومة الحكومة تعطينا ورقا وتقول من أن الورقة هذه قيمتها كذا قيمة اعتبارية العملة المتداولة الآن اعتبارية حتى الدول التي تحتفظ برصيد ذهبي فإنها لا تعتمد الرصيد الذهبية إلا في الحالات الاحتياطية قيمة عملتها تشخص قانونيا لاعتبارات قانونية العملة المتداولة إذن في حقيقتها عملة اعتبارية قيمتها اعتبارية العملات المشفرة قيمتها اعتبارية أيضا هي هي واعتبرت جزعا من النظام الاقتصادي العالمي هذا بحسب المعطيات المتوفرة حالها حال العملة المتداولة شركات كبيرة تعتمد في أعمالها التجارية على العملات المشفرة دول بدأت تعتمد في اقتصادها الرسمي على العملات المشفرة هذا موضوع كبير لا أريد أن أخوض فيه قبل وجود قبل وجود العملة المتداولة في الحضارات القديمة الصينيون قديما صنعوا عملة صخرية صخرية إنهم ينحتون قطعا صخرية تمثل عملة الدولة هذه قطعا صخرية من أين جاءت قيمتها من الدولة الدولة جعلت لها قيمة الحكومة جعلت لها قيمة أباطرة الصين في تلك الأزمنة جعلوا للقطع الصخرية قيمة فكان الناس يبيعون ويشترون ويتعاملون بها إذن النظام الاقتصادي ينشأ من حاجة الناس حاجة الناس هي التي تنشئ النظام الاقتصادي حينما تعقدت المعاملات تعقد النظام الاقتصادي في زماننا وهكذا حتى تولدت حاجة لإيجاد هذا النوع من العملات فكانت العملات المشفرة في الأزمنة القديمة قبل وجود نظام العملات كان النظام نظام المقايضة سلعة تكون تكون سلعة يقدر ثمنها بسلعة أخرى تبادل أعطيك خشباً وتعطيني رزاً على سبيل المثال أعطيك لحماً وتعطيني بصلاً فأنت تحتاج اللحم وأنا أحتاج البصل وهكذا نظام المقايضة مقايضة بعد ذلك صار نظام العملة على أساس الذهب والفضة والذهب والفضة هو نوع من أنواع المقايضة أيضاً لأنه بضاعة ففي بداية الأمر لم يكن الذهب مسكوكاً وإنما كان يوزن وزناً إلا أنه تقدم الاقتصاد فصارت العملة مسكوكة الدنانير من الذهب والدراهم من الفضة وهكذا وكل أمة لها عملتها ولها حساباتها بحسب ما تحتاجه الأمر هو هو مثلما تم الانتقال من نظام المقايضة إلى نظام البيع والشراء بالذهب والفضة الحاجة اقتضت أن يكون هناك انتقال إلى العملة المشفرة وهذا هو الذي حصل ولابد أن نلتفت إلى شيء مهم حينما نتحدث عن عالم افتراضي ومن أن العالم الافتراضي الافتراضي عالم اعتباري هذا الكلام يكون صحيحاً من حيث تكوين هذا العالم أما إذا أردنا أن ننظر للأمر من جميع جهاته فإن العالم الافتراضي جزء من العالم الواقعي العالم الافتراضي أين هو أليس هو في هذا العالم الواقعي العالم الافتراضي الذي نتحدث عنه هو في الحقيقة جزء من العالم الواقعي والعالم الافتراضي للعملات المشفرة هو افتراضي إذا نظرنا إلى تكوينه الداخلي لكن إذا نظرنا إلى ارتباطه بالإنسان فإنه يشكل جزءاً من الاقتصاد الموجود في الواقع الخارجي العملة المشفرة الناس تستعملها في مختلف عنواع المعاملات التجارية الدول كذلك الشركات الكبيرة كذلك الجهات السياسية الدولية التي لا تريد للحكومات وللمخابرات الدولية أن تعرف طريقة عملها ومن أين تأتيها الأموال وأين تنفق هذه الأموال الكلام طويل طويل وعريض في هذا الموضوع لكنني أقول من الآخر ما يقال عنه عالم افتراضي للعملات المشفرة هو عالم افتراضي من جهة التركيبة والتكوين الداخلي لهذا العالم ولكن من جهة أخرى هو جزء من العالم الواقعي والذين يعملون في هذه الأجواء هم في جهة يتواصلون ويعملون مع العالم الافتراضي وفي جهة ثانية يتواصلون من خلال هذا العالم الافتراضي مع العالم الواقعي وهذه العملة الافتراضية تتحول إلى عملة نقدية تكون بأيديهم هذا هو الذي يجري هذا هو الذي يجري على أرض الواقع هؤلاء لا أدري عن أي شيء يتحدثون حينما أقرأ كلامهم حينما أستمع إلى أحاديثهم لا هم الذين يدركون حقائق فقه دين العترة ولا هم الذين يدركون ما يجري على الواقع في حياتنا اليوم ثم يخرجون علينا بهذا الهراء الذي استمعتم إليه نذهب إلى فاصل